اشتركوا في القناة ومنافذها الجمركية وبهذه المناسبة أكد رئيس الجمرك على أهمية مواصلة التدريب وبناء القدرات ومراجعة الإجراءات وتنفيذ هذه النوعية من التمارين بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية مشيرا إلى أن تأمين المنافذ الجمركية يأتي في مقدمة أهداف العمل الجمركي وذلك في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التحديات والمخاطر ما يتطلب رفع معدلات الاستعداد والجاهزية لتعزيز الأمن والنمو الاقتصادي لمملكة البحرين وقد اطلع رئيس الجمرك على إيجاز بشأن أهداف التمرين ومراحله ومجريات عملية التنفيذ والذي يهدف إلى تطوير القدرات والمهارات لدى المشاركين كما جاء التمرين ليتوافق مع الحرص على رفع كفاءة العاملين وتطوير الأداء لمواكبة المستجدات